بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مجموعة من المفاهيم لابد نحن نفرق ما بينها الحلف بغير الله ده مفهوم التوسل في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقضاء مطلب من المطالب ده مفهوم آخر ما هو الحلف بغير الله أن الإنسان يقسم بكائن من الكائنات وما حكم الحلف بغير الله النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت إذا كنت هتحلف قول والله يا ما يفاشى قوله المصحف المصحف لما بنقوله إذا كان الإنسان بيقصد به المصحف يعني الكتاب المطبوع يبقى ده ما يستحسنش إن الإنسان يقوله طيب هل ده حرام الحلف بغير الله حرام لا ليس حراما إنما الحلف بغير الله مكروه يعني الأفضل تركه لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في صحيح مسلم قال للرجل أفلحه وأبيه إن صدق فجرى على رسال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجري على أسنة العرب من القسم اللي لا يقصد به تعظيم المقسم به طيب ناس وهي بتحلف يا مولانا حديك أمثلة من الحياة يعني حالتك تقولي هل هي برضو تحت بند مكروه ولا لا ما يصحش إن احنا نحلف كده وحية عيالي تعدمني وإن شاء الله معيش لغاية مش عارفة إيه تحرم عليها اللقمة طب واللقمة الشريفة طب والخدمة الشريفة دي حاجة متنوعة كتير قوي دي كل حاجة ليها حكم آه كل حاجة ليها حكم بس خلينا نحط ضبط عام وعلينا أنا عايزة أفرق ما بين الحالف بغير الله اللي هو ممنوع على جهة الكراهاة مش على جهة التحريم لأن أنت دلوقتي يما في واحد مثلا يقول لحد وحيات عيالي مثلا يقول له لا ده أنت كده أشركت أنت كده وقعت في شرك أو كذا إلى آخره الحاصل أن الحالف بغير الله مكروه يعني ما يستحسنش لكن ما أشركش ولا حاجة هو لم يعتقد في المحلوف بي أنه ليه مقام يسامي مقام الله سبحانه وتعالى بس في شيء جرى على لسان الناس المصريين خصوصا بعض الناس تظن أنه ده حالف فيشمأز منه أو يتدايق منه كلمة والنبي والنبي مدام إيمان يعمليه كذا والنبي ناولني كذا فيقول لا ده أنت كده حلفت بغير الله هل كلمة والنبي دي قسم فيبقى ممنوع حتى على سبيل الكراهة زي ما احنا بنقول زي بقيت الحاجات التانية فقالك لا ده مش قسم أصلا ده ترجي القسم معناه أن أنا أستعمل هذه الكلمة في الحالف بها لكن أنا ما بقولك والنبي يعمليه أنا ما بحلفش أنا بتوسل أنا بترجى وحرف الواو ده اللي في اللغة العربية ما بيأتيش فقط للقسم إنما بيأتي الاستعمالات عديدة منها الترجي فاللي بيقوله المصريين ده والنبي ده خارج أصلا عن فكرة المكروه عن فكرة الحلف بغير الله هل هو مكروه هل هو محرم هل يجوز هل لا يجوز مش معنا أصلا ده تمام ومقول ونتوسل ده ترجي ده ترجي نوع من أنواع الترجي والتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام عند المتحدث إليه نا